اشتركوا في القناة السمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في الدورة الثالثة والعشرين والذي اقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح امير دولة الكويت وبهذه المناسبة قال محافظ مصرف البحرين المركزي ان هذه الجائزة المرموقة تمثل اعترافا مهما للجهود التي بذلت في مجال الابتكار التقني والتحول الرقمي وتعد حافزا لمواصلة مسيرة المصرف وقد تم ملح وسام المعلوماتية الى مصرف البحرين المركزي تقديرا لانجازاته في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية والابتكار اعلن مصرف البحرين المركزي انه تم التغطية الاصدار رقم 2014 من اذنات الخزانة الحكومية الاسبوعية التي يسترها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة هذا الاصدار 70 مليون دينار بحرينية لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في الثامن من مايو 2024 وتنتهي في السابع من اغسطس 2024 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذونات خمسة واثنين وتسعين من مائة في المائة وقد بلغ معدل سعر الخصم ثمانية وتسعين وخمسمائة وسبعة وعشرين من مائة في المائة علما انه قد تم التغطية الاصدار بنسبة مائة وتسعة وعشرين في المائة كما بلغ الرصيد القائم لاذونات الخزانة مع هذا الاصدار ما قيمته ملياران ومائة وعشرة ملايين دينار بحريني اكد عدد من الخبراء والمسؤولين اهمية الدور الذي يطلع به مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فضل منازعات التجارية وتهيئة البيئة الاستثمارية جاء ذلك على همش الاحتفاء بمناسبة مروري ثلاثين عاما على انشاء المركز ثلاثين سنة من هذا الحدث من البدايات الآن المركز تقريبا اصبح في مصاف المراكز التجارية التحكيمية المتقدمة والمتوميزة خاصة في ظل وجود خطة جديدة للارتقاء بالمركز ودعم الجانب التحكيمي والقضائي في دول مجلس التعاون الخليجي هذا المركز قد خدم التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون وأسس سمعة تحكيمية وتجارية ذات مكان عالية على مستوى الخليج والمشارق الأوسط ونتمنى ان شاء الله له دوام التوفيق والازدهار تحكيم التجاري يحظى باهتمام كبير لأنه يعطي بعد في عملية استقرار المعاملات وثقة المستثمرين والمال كما تعلم يعني فيه هناك يعني رغبة دائما من المستثمرين عدم الدخول في الأموال إلا في الأماكن اللي فيها استقرار والآن نترككم معادة لأسواق المالية الخليجية تسعى شركة جي اف اتش بارتنرز أن تكون من كبار اللاعبين في قطاع الخدمات اللوجستية بمحفظة تناهز مليارين وخمسمائة مليون دولار حاليا السيدنا المصطفى الرئيس التنفيذي لشركة جي اف اتش بارتنرز يكشف التفاصيل الجي اف اتش بارتنرز لالحمد عندك محفظات تتراح في حول المليارين ونص دولار تحتوي على عدد متنوع من المخازن في مخازن تم شراءها قبل سنوات منها امازون وفيدكس اللي هي المستأجر الواحد لفترة طويلة ولكن تم تمويلها بشكل اماشي فترة الاستثمار وبالتالي العوائد مغرية في استثمارات في مخازن متعددة المستأجرين وعندك ايضا محفظة اطلقت مؤخرا في الخليج تستثمر في قطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية وفي الامارات نعتقد والله الحمد ان جي اف اتش بارتنرز لديها الخبرة ولديها القدرة على الوصول الى الفرص في هالقطاع سواء كان في الولايات المتحدة الامريكية او في الخليج او في بريطانيا نملك شركة تابعة لمجموعة جي اف اتش شركة روبوك اللي هي متخصصة في ادارة واستثمار اللوجستي في بريطانيا وفي اوروبا اشتركوا في القناة تو挣دس؟ ما Кстати